لتشجيع المحافظات على إيجاد مشاريع تنموية جديدة ومبتكرة تتوافق ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية القالب المكاني والموجة العمرانية لرؤية عمان 2040 أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن المشاريع الثلاثة الفائزة في المنافسة بين المحافظات لتقديم أفضل مقترح لمشروع إنمائي يمكن تنفيذه في إحدى ولاياتها وهي مشروع بوليفارد الرذاذ بمنطقة إيتين بولاية صلالة في محافظة ظفار ومشروع تطوير خليج آيمس بمنطقة الخالدية بولاية خصب في محافظة مسندم وفي محافظة جنوب الباطنة مشروع رمال بارك بولاية نخل جاء الإعلان عن ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي جمع مسؤولي الوزارة بأصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين مميزات هذا المشروع أن هناك مجال كبير للاستثمار بين القطاع العام والقطاع الخاص بإذن الله اليوم حسب ما أعلن استثمار الحكومة 10 ملايين ريال حسب المخطط المرحلة القادمة سيعين على وجود المكون الأساسي وهي القناة المائية وعدد من العناصر التي نأمل إن شاء الله معها أن نقدر أن نروج لعناصر أخرى مثل مركز المعارض الفندق بطبيعة الحال أيضا قرى ومدن ومساحات تعين على وجود معارض تخصصية على مدار العام المشروع سيعمل على عوامل كثير بالتأكيد الاستثمار في قطاع الخدمات سيوفر فرصة للشباب للاستثمار على إطلالات مميزة وهناك تكون قابلية للوصول سهلة وأيضا منطقة وقوف وتهيئة بالإضافة للاستثمار السياحي متى متى أتى ذلك أكيد بالشراكة مع القطاع الخاص نتوقع أن يوفر فرص وظيفية وأيضا مباشرة وغير مباشرة للموقع أما بالنسبة للموقع البحري بالتأكيد رح يكون موقع نشط سواء لقطاعات مختلفة سواء كان لقطاع الثروة السمكية قطاع السياحة وقطاع أيضا النقل ما هو معتمد الآن 7 مليون ريال عماني بالنسبة لشق البنية الأساسية وجل المشروع هو بنية أساسية وطبعا رح نعمل بتسويق المشروع هذا مع القطاع الخاص المشروع عبارة عن مركز ترفيهي متكامل هناك عدة مكونات بالمركز رح تكون هناك قرية هذه القرية سوف تكون تشتمل هذه القرية لعدد 11 قاعة وهي ممثلة بعدد محافظات السلطنة هذه القرية رح تكون في كل جناح تكون ممثلة بالمحافظة نفسها أيضا رح يكون هناك مدينة ملاهي وهذه المدينة أيضا رح تكون للصغار ولا الكبار التكلفة للتقديرية هي 7 مليون ريال مدة تنفيذ المشروع من 3 إلى 4 سنوات وخلال اللقاء قدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عرضا عن مشروع مدينة السلطان هيثم وبرامج المساعدات السكنية آلية تنفيذها وكذلك قطط ومشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية وتعزيز اللامركزية بالمحافظات تم استعراض التوقيهات السامية بزيادة المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية حيث تم اعتماد مبلغ إضافي بـ 26 مليون و400 ألف ريال عماني لهذا البرنامج ستستفيد منه 403 أسر وسيوقع هذا المبلغ إلى قزة يعني القزة الأول فيما يتعلق بالتعويضات المناطق المتضررة بالأنواء المناخية موزعة على قراء صباخ ومسلق والقناه ومدينة قلهاد كذلك سيتم توقيه القزة الثاني من هذا المبلغ المعتمد إلى إنشاء وحدات سكنية في المناطق البعيدة في محافظتي الشمال وقنوب الشرقية وتهدف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز التنسيق الدائم والمستمر مع المحافظات ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع بما يحقق رؤيتها الطامحة نحو تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة